قتلاني على الأقل وثمانية وعشرون مفقودا في انهيار أرضي ضرب قرية بنتو رودريجز البرازيلية الكارثة وقعت عند تصدع سدين لأحد المناجم ما أدى إلى تمصم عالم القرية الصغيرة الواقعة في ولاية ميناز جيريز جنوب شرقي البلاد والتي يبلغ عدد سكانها حوالي ستمائة نسمة التدفق العنيف لسيول الطين والوحل تسبب في تهديم عشرة المنازل فرق الإنقاذ والإصعاف تمكنت من نقل الناجين إلى مراكز إيواء مؤقتة ليفيا داسيلفا من قرية بنتو رودريجز تحدثت عما وقع لها عند حدوث الكارثة سمعت أحدهم يقول أركضي أركضي بسرعة لقد انهر السند الجميع كان في حالة عصبية شديدة ركضنا بسرعة وتركنا حقائب الظهر خلفنا ثم ركبنا الحافلة التي نقلتنا إلى الكنيسة الموجودة على أعلى التلة وتدير المنجم المنكوب مؤسسة ساماركو المملكة من قبل شركتين من عمليقة التعدين وهما فاليدو برازيل وبيليتون أستراليا